في بلدنا رمضان ليه طعم خاص يعني مهما تسافر فيه حتى يعني بلدان أخرى تجد في مصر رمضان آخر طبعا التقوس الدينية والعبادة والصوم والصلاة والترويح وكل هذا الجميل المصريين دايما يعني حارسين عليه كل الحرص ولكن الشق الاجتماعي في رمضان في مصر تحس كده يعني أنا دلوقتي بشم ريحة البيوت وهي تستعد من بقى الناس تهتم بحاجة رمضان والبيوت والزينة والشوارع الجميلة والحارة المصرية وتلاقي الأهل دا والأهل دا والناس تعمل الفوانيس ويعملوا الورق اللي بيزين الحارة المصرية الشكل دا مش موجود غير في مصر والحقيقة احنا يمكن كلنا جيل وراجيل بتلاقي كلنا حارسين على هذا الشكل الاجتماعي هو بيكمل عندنا الروحانيات يعني يمكن الشكل الاجتماعي بيبقى موجود جنب الروحانيات والعبادة والصوم والصلاة دا بيحضرني أنا بحس كده أنا عاشت كتير فترات برا مصر كنت دايما أحب قوي يعني حريصة جدا تسمع أدان المغرب الشيخ محمد رفعت بأدان المغرب حاجة بديعة وتسمع كمان صوت النقشباندي مفيش أحلى من كده النقشباندي ليه حكاية جميلة جدا مع رمضان الحكاية بدأت مع بليخ حمدي كانوا الاتنين معزومين في حفل يعني حفل أعتقد كان زفاف أو يعني حفل خطوبة لابنة الرئيس الراحل الزعيم أنور السادات وكان الشيخ النقشباندي معزوم الحقيقة في هذا الحفل وكان وقتها يعني الرئيس أنور السادات من حبه للشيخ النقشباندي طلب من أنه لازم يبقى موجود في الإزاعة وأنه بليخ حمدي يعمل له ألحان طبعا وقتها الشيخ النقشباندي وافق وقال تمام وكده بس بعد كده راح لطبعا الإعلامي الكبير الله يرحمه ألف رحمة وجدي الحكيم وقال له معقولة بقى أنا بعد ده كله هغني ولا هعمل الحاجات الروحانيات بتاعتي والتوشيح على أغاني بليخ ده ينفع طبعا بليخ كان سيتو عالي وقتها ومع السيدة أمه كلثوم ومع عبد الحليم فخشية سوية الشيخ النقشباندي إزاي حيبقى هو وبليغ يتقبله وقتها طبعا يعني الإعلامي كبير وجدي الحكيم قال له طيب أنا هتفق معاك اتفاق ادي فرصة شوف بليغ بيحضر لك إيه وحنروح لستوديو وحعمل معاك علامة لو أنت قلعت الجبة الفوق يعني حيبقى إيه أنا هعرف كده أن أنت مش يعني أن أنت كده موافق فضلت لابسها يبقى خلاص أنا هاعتذر لبليغ وما فيش حاجة دخلوا لستوديو سبهم الأستاذ وجدي الحكيم بعد شوية رجع لقى الشيخ النقشباندي قلع الجبة والأفطان وقاعد بقى مع بليغ وقاعد بيسمع وقال له إيه ده بليغ بيقدم حاجات روحانية وتوشيح جميلة ومن هنا خرجت مولاي يا مولاي اللي بنسمعها دايما ونحب نسمعها في الراديو ونحب نسمعها في بيوتنا وبتبقى ماشية مع التقوس الجميلة بتاعة شهر رمضان الشوارع المصرية بدأت تتزين بالفوانيس وبالبهجة وأجمل شيء هو الفنوس المصري القديم اللي صنعوا المصري بإيده بالإزاز بالنحاس بالحديد أنا شخصيا بحبه وببقى سعيدة جدا أنه ما فيش استراد للفنوس الصيني اللي كان بيقعد حتى يقول حاجات مش بتاعتنا فأنا دلوقتي ببقى سعيدة جدا هتشوفه حتى الشوارع كلها تتزين أنا من الناس بحب كده ألف واشوف واشتري الفنوس وكل سنة حتى فنوس صغير وإن كان بيدي بحجة كده بجده بيدي بحجة وتلاقي زي ما مخرجي قال آه الفنوسة وشمعة ده ما بقاش موجود كتير بس فعلا هو فنوس جميل ودلوقتي بيحطوا فيه بقى لمبة وأشكال وأنواع كتيرة رمضان على الأبواب يا رب يدخل عليكم بكل الخير